الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم ومن القواعد أيضا يجتمع في العبد الواحد موجب الثواب والعقاب وموجب الإكرام والإهانة يجتمع في العبد الواحد موجب الثواب والعقاب وموجب الإكرام والإهانة خلافا للخوارج الذين قالوا لا يمكن أن يجتمع فيه موجبان متناقضان فقد يمدح العبد ببعض الخصال ويذم على بعضها ويثاب يوم القيامة على بعض الأعمال الصالحة ويستحق العقاب على بعض الأعمال القبيحة هذا بإجماع أهل السنة والجماعة